يا الله السلام عليكم شباب مش اخباركم ان شاء الله الكل بخير شباب اليوم الحلقة شوية تختلف اليوم راح نتكلم عن النفايات الموجودة بشطة العرب وشيني اسبابي راح اراويكم ويتتواجز النفايات بهاي بشطة العرب الموجودة وتأثيرها على الاسماك وشقد حجمها سنويا وراح نتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل هسي طبعا احنا مكاننا هسي راويكم فيلمي شون قاعد علقاء لان الماي ما اكو كلش جف بشطة العرب هاي الفترة لي يا شباب لان المناطق الشمالية هناك صار بيها ثلوج فما اكو سليان ما الماي ما قاعد يجيشطة العرب فالماي ما قاعد ينزل من المناطق الشمالية الماي هناك ثلوج عدهم فما اكو سليان ما الماي ما قاعد يجي على نهر رجلة والفرات حتى يدخلو بشطة العرب فلذلك الماي نازل شوفونا كلش فكل اوقاته جزر هسراح نراويكم البلم شون قاعد علقاء نراويكم النفايات واسباب ان شاء الله تابعوا الفيديو ان شاء الله بسا مثل ما شوفووني انتم باعوا نبلام شون قاعد علقاء صور هلهم حسوني بعدين باين باعوا البلم كلش قاعد علقاء هاي نبلام كلهم هالعالم يعني اكو عالم على باب الله هنا تطلع مو مثنن يطلعون يتونسون شوي لا اكو عالم على باب الله وعلا عندها غزيل ومسترزقة من السمج فبسبب هذا الماي ما يقدر يطلع بالهم هذا ما ينشال بعد قاعد علقاء كلش هاي هم تأثير هاي والله بشط العرب هاي هاي وحدة من الشزمة المضار من ينزل الماي هناش وقوم نصر الجزر بايو نبلام كلها قاعدة وحتى احنا ما قاعد نطلع للشرط يعني البنا مشي طلعة ما يطلع فلذلك ما قاعد نطلع احنا وهو صيدهم قليل بالشتي وهاي الكومة الثانية تيجي فوقها هسا خروح نراويكم النفايات واسبابها شين هو هسا جزر وطلعت كدهن فلعت الوساخة كين هتكبر احنا شباب عليوا تشوفوا التسر المعال الموجودة هز الماي بس نزيل بس نزيل المايت شوفوا الوساخا الطلعت صورا لما هينه هاي اللي هنا يسعد اللاي هنا تطور هنا شوفوا التسر المتألك باعوا باعوا اللبطالة وباعوا يباعوا الوساخا إذا قاعد شوفوه هناك كل هكي احشوفوه هناك كل هكي من غير من غير الوساخة مالحديد هذي من غير الوساخة نتصوت طبعا معلوة نقلكم اياها غادرة 26 نوع من الاسماك بشط العرب بسبب النفايات طبعا الشط العرب يمتد من القرني لحد الفاو طبعا طول شط العرب مئتين وعشرين كيلومتر فغادرة 26 نوع من الاسماك غادرة شط العرب بسبب النفايات والوساخة الموجودة بشط العرب وبسبب الملوحة اللي تدخل علينا من الشط طبعا وايضا النباتات المائية النباتات المائية انقرضت كلش كلها ماتت بقى ثلاثة نوع او اربع نوع بس بشط العرب الباقي كل النباتات المائية ماتت بسبب النفايات قلنا بيها والملوحة الموجودة بشط العرب طبعا الدمر الدمر شامل والله العظيم شباب طبعا حسب دراسة دولية طبعا انا طبيت عليها على القودر وقريت شط العرب من اكثر الانهار تلوثا على مستوى العالم كله تدرون له لا على مستوى منطقة الخليج شط العرب من اكثر الانهار تلوثا بالمنطقة الخليجية شباب طبعا كمية النفايات الموجودة بشط العرب بحسب المجلة اللي قدت بقموا لنجرتها للعلم البحارة اكاديمية العلم البحارة الأمريكية اللي هي هي النفايات اللي ما تشوفون هاي البطالة وغيرها العادل مليون طن سنويا فقط بشط العرب مليون طن اي سنويا يعني اه يعني شون ما تموت الاسمات بشو اذا مليون مليون طن سنويا شط العرب بالنفايات. هاي حسب المجلة الامريكية اللي نشرتها. شباب طبعا يعني اقلكم انا حسب تقرير دولي انا ما اجي بكلام من قلوية هذا. حسب تقاريره مجلات دخلت علي هنا امريكية. التقرير دولي شباب انه هذا التقرير الدولي يقول ثمانية مليون طن من النفايات ينقلها شط العرب. قلنا واحد طن بشط العرب النفايات موجودة سنويا بس اللي ينقلها شط العرب سنويا ثمانية طن من النفايات ينقل accents العرب يعني توقع ثمانية طن شنها الوساخة الموجودة هاي ما اعرف والله العظيم. طبعا حسب منظمة مجلة العلوم الاكاديمية هاي. ادخل عليها وشوفها. والله تستغرب يعني فالشغلات عجيبة. يعني كنت ما شوفونا السالح هاديت شينها تظلت هنا ما تعرف. هذا الحاديت ظلت هنا شنو ما تعرف. هاي المصاخة شنية ما تعرف والله. انا حبي اتراويكم هاي الامور كلها. عسى هو على الواحد يطلع عليه. والنظف النا شض والله. يعني نصاخة موحل وهي. يعني ينقل شط العرب ثمانية طن هنا. هنا ثمانية طن سنويا. هواي والله. يعني من اكثر الانهار تلوثا على البحر هو ينقلها شط العرب. شوفو. شباب راح نحتي الساعة عن مسببات النفايات الموجودة بشط العرب. شنو النفايات موجودة بشط العرب. راح نحتي مسبباته. اولا تقتل ميت الف كائن بحري. سنويا. ميت الف كائن بحري. هاي سنويا. ثانيا. ثانيا. تقتل مليون طائر. طبعا حسب الاكاديمية نشرتها. الوليات المتحدة الامريكية الموجودة بعلم البحار. مليون طائر تقتل سنويا. هاي النفايات الموجودة. هذا اللي كلهين بسبب النفايات الموجودة بشط العرب لمدة عام واحد فقط. تقتل ميت ميت الف كائن بحري. ومليون طائر. هذا اللي بسبب النفايات اللي. موجودة بشط العرب على طولة. يبتد من القرنة للحد الفور. طبعا اكثر الاخوة يقولون ان ري سد احنا بشط العرب. طبعا ما يصير سد سد بشط العرب. السابع المستحيلات يصير سد بشط العرب انه يتخزن المياه هناك. حتى الماء الحلو لا يروح للبحر. ما يصير سد. شذل الاسباب راح نحجي عليها الاسباب. لا يمكن لا يمكن انشاء سد بشط العرب. ليش? بسبب مياه المجاري للمنازل تصب جميعها في شط العرب. يعني المجاري ما لبيوت وين تصب بشط العرب. فما يقدرون يسوون سد. اذا سواوا سد راح تتضرر المنطقة كاملة. يعني محافظة البصرة كنا تتضرر. ما يصير سد. يعني المجاري وين تروح بعد? لازم يسوون الفاق. ويحطون كواري مثل الامريكان. مثل الدول الاوروبية. واحنا هنا ما عدي. فالمجاري الصبقي الهوين? بشط العرب. فما يقدرون يسوون السد. لان اذا سوا سد المجاري المفروض بعد ما تنذب بشط العرب. وهي الحالة سد بشط العرب ماكو. متسوق. موسيقى 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 يعني اسا هذا شباب نهر هذا شوفوا. هذا نهر. بس شين من نهر المجارك اللي تتكون فيه هنا. فلذلك ما يقدرون يسوون السدود. قلنا به يرقبني شوية. شوفوا هذا النهر شون لون? اسود. وباع الزبالة الموجودة هنا. باع الزبالة. قلتروف ترس باله ونفايات وبطاله. في جبون يدبون. حرامات والله. دم وره وشت نم وره. يلا شباب اللي هنا والنات حقبتني لهذا اليوم. طبعا اليوم سجلنا هذا المقطع اليوم خميس. اليوم تسعة وعشرين. مو؟ سبعة وعشرين. يوم سبعة وعشرين بالشهر. يوم سبعة وعشرين واحد. قلنا نراويكم النفايات هاي الموجودة بشط العرب. والسبب مالته تتأثرها على شط العرب. واليش ماكو سد. هواي من العالم يسئلون. طبعا انا اصغر من اتكلم عن شط العرب. اكوا اكبر مني ويحجوني بهاي المواضع. بس انا حبيت اوصل فكرة للمتابعين واللي شاهدوني. انا اصغر من اتكلم بهذا الموضوع. طبعا حرامات الماء الحلو هذا كله. يروح للبحر هيج. ما نستفاد من عنده اي شيء مع كل الاسف والله. يلا ننثيقكم ان شاء الله بحلقة جديدة وفيديو جديد. لا تنسونا من اللايك والاشتراك. تحياتي لكم الصياد وسام الزينب.